السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ان شاء الله النهاردة هنستخدم مع بعض او هنتعلم ازاي ان نقدر نستخدم المكة بوت او اداة للسبريسو. طبعا اكتر الدول اللي عارفينها ايطاليا والمغرب والجزائر. فلو موجودة قدامك في مصر هتلامكن تكون قلة قليلة يعني. بس لو موجودة هاتيها هتخدي منها نتيجة ممتازة وقهوة صحية ممتازة جدا. بس لو الاب المرة تشوف القناة ياريت لايك وشترك او سابسكرايب. اه انا هعملها النهاردة بالكريمر. ممكن تساب دي الكريمر انتي باللبن. معايا هنا البن. هو ده انا مش عارف اسمه ايه بس اه هو من ايطاليا. جاي هدية طبعا فهو سبريسو الخيم صوفي كده. وهنا برضو كاتبين تحذير انه كتره بيبقى خطر. ودي الكوباية اللي انا هعاير بيها عشان دي اللي انا هشوف فيها. وهقول لكم بقى محتواتها. اول حاجة الجزء اللي تحت ده. اه بنحط فيه المياه. تمام? ده اول جزء. هنا الصمام البخار اللي هو زرار الاصفر ده. واللي جنبه ده مرشح القهوة. ودي المصفى. المصفى دي اللي احنا بنحط عليها القهوة والمرشح ده. هو اللي بياخد البخار من المياه اللي تحت وبيطلعها لفوق. بتخرج من المصفى دي للمصفى التانية. وبالتالي البخار بيطلع على اللبن او الكريمر اللي محتوط ويبدأ ويغلو مع بعض. وهنا ده البوت او الجزء اللي بيخرج السبريسو فيه. اه وده الجزء برضه اللي بيمكن نضيف فيه الكريمر او اللبن. زي ما انتش شايفين هكده هو. نبدأ نفكها. والكوباية اللي هنشرف فيها هي اللي هنعاير فيها. اه دي بتاخد كوباية. هناخد المياه اه على حسب الصمام اللي موجود ده. هنملى المياه لحد الصمام البخار ده بالزبط. بعد ما نملى المياه هناخد المصفى ونحط عليها القهوة اه للسبريسو او البن المطحون. البن يكون غامق وتطحني كويس جدا. وتسويها كويس. في الجزء اللي انت شايفها ده. وبعد كده نبدأ نقفل باحكام. صمام الامان ده يا جماعة معمول زي زي بتاع حالة البخار كده عشان ضغط البخار يعني ما بقاش يديد عليه. بعد كده بنقيد عليه على نار هادية جدا. النار لازم تكون هادية. هيبدأ. تبدأ المياه من تحت تغلي. تطلع البخار بتاعها من خلال المرشح ده. على المصفى اللي فوق. تبدأ تخش بقى مع البن المطحون او السبريسو ده. يغلوا يطلعوا الفوق بالشكل اللي انتو شايفينه ده. تطلع من الغرمين اللي موجودين. وتبدأ تنزل في البود دوت. اه لو عايزينها خام سبريسو صافي خالص. هتنزل زي ما انتو شايفين هكده. وتبدأ تصبوها. وتشربوها. عايزين تحلوها بسكر براحتكو. هكده معايا السبريسو جاهز. نعملو كابتشينو. نعملو لاتيه زي ما انتو عايزين. ده لهوت الشبيه سيدة خالص خد بالكم ها بشكل جامد جدا. انا هنا هاضيف في المكان اللي فوق ده آآ كريمر. الكريمر ده موجود في اي سوبر ماركت البرطمان الصغير ده تقريبا بتلاتين جنيه او خمسة تلاتين جنيه مش هكتزكرة. لو مش عندي الكريمر وعايزة تعمليه بلبن حليب هتحطي برضو في الجزء ده لبن حليب. وكده كده زي ما قلتلك السبريسو هيغلي من تحت ويخرج من الخرم ده. هينزل على الكريمر وبالتالي هيبدأ يغلي عشان دي طبعا كلها الامونيوم. فهتبدأ تغلي كلها تسخن كلها. فهيدوف فيها. زي ما انتو شايفين بيبدأ يخرج اهو. آآ بعتزر جبتها صور لان الموبايل كان هيفصل شحن في طبعا الفيديو فلاش مش شغال. بصول السبريسو بيبدأ ينزل على اللبن. ده هنا كان لبن حليب غير التاني تاني كريمر. آآ بيبدأ ينزل عليه ويبدأوا يغلوا كويس جدا مع بعض. عايز اقول لكم هي صحية جدا جدا طعمها ان شاء الله لقوة تقلق الله حلوة قوي. مجربوها ان شاء الله تعجبكم لو موجودة عندكم. لو مش موجودة بقى اعملوا القهوة عادي وآآ صفوها. بصوا هنا بدأ يغل زي مع الكريمر. شايفين? آآ طبعا توصيل الحرارة جيد جدا لان دي المونيوم. انتو عارفين المونيوم آآ بيوصل درجة الحرارة. كل حاجة بدأت تغلي مع بعضها اهي. هي كده الخرم ده واقف لانها خرجت كل السوايد اللي تحت. كل المية اللي تحت خرجت. فما عادش في مية تخرج تاني. فانا سايبان بس تيغلوا مع بعض عشان الكريمر يدوب. هتتعامل برضو لو هتحط لبن بودرة هتعمليه بنفس الطريقة دي. بس الافضل انك تحط لبن حليب. عشان ما تاخدش وقت معاك. ونتفي بقى ونصب بقى حلة آآ في الجان صغير كده من اللي. يعني بصوا حالة فضيع طعمه في منتهى الجميل. لو حبة تضيفي سكر طبعا دي ترجع لك انتي. انتي حرة. آآ ما شاء الله ريحتو حلوة. طعم حلوة قوي. دي بقى كنا عملنا واحدة تانية على كم جزء كده. مش عارف ايه خالي ندوبها. بس هو كان جات معايا كده وخلاص. تعالوا بقى كده ننظف المكبوت بتاعتنا. بنشيل بعد ما بنخلص بنفك كل اللي احنا ركبناها زي ما انتم شفتوا. باخد المصفة بالشكل دوت. ويبقى جيب منديل مطبخ او ورقة او كيس اي حاجة يعني. وابدأ اخبط كده انزل بالمصفة دي. امساكها من تحت. واعملها على بشها واخبط فيها كويس جدا. علشان انزل كل التفل بتاع القهوة او السبريستو. طبعا لو مش مطفر عندك السبريستو اللي عندي ده. هتشتري بن وتخلي المحمصة تغمقه لك كويس. وتطحني طحن خشن. بعد ما باخبطها كده كويس بتخلصكون من كل التفل ده. وبشطفها كويس عشان ما تتكتمش معايا. يارب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش هلاقي واشتراك. اصابكم في رعاية الله وسلام عليكم.